الصنارات اللي بتتعامل او الفورديهات اللي بتتعامل بيتعاملوا 2-1 عند 11-13 اسبوع واتكلمنا عليه والتاني بنتعامل عن من 18-22 اسبوع وده مهمة اوي ده بيتعامل بنشوف بقى فيه التفاصيل الدقيقة للطفل دايما لازم نركز عن مشوف القلب دايما الاربع قوض بتوعنا مخارج البلد فسلز او الشرايين موجودة من القلب يبقى يعني سيرفي كامل للقلب واذا يعني حسينا او لقينا ان فيه احتمالية فيه مشكلة في القلب بنتنقل اللي بعد كده بنعمل حاجة اسبها اكو او زي الصنار اللي بنعمله على القلب فيه الاشخاص البالغين ده يمكن بنحتاجه بعد كده وده بيبقى ليه اشخاص متخصصين في عميله بيبقى غير الدكاترة بتوع الاشاعة بتوع الصنورة الفور دي بيبقى غالبا ده كترة اطفال بتوع قلب واكو هما بيعملون الكلام دي بيدونه كرؤية كاملة ليه القلب بتاع البيبي نيجي بعد كده نبص على الكلا نبص على الكابد نبص على المسانة لازم الدكتور يتأكد ان المسانة بتتميلي وبتتفضي ده معناها ان الجهاز البولي شغال بطريقة طبيعية نبص على الرئة نتأكد ان الدفراجم او الحاجز الحاجاب الحاجز كويس الحبل السري داخل في المكان الطبيعي ما فيهوش اي نوع من الواع الفتاء ما عندهوش اي مشكلة بعد التأكد ان فيه يعني زي ما بنقول فيه العلاقة ما بين نمو اعضاء الجسم كلها علاقة طبيعية الادين والاطراف والجسم والرأس والبط كل ده من الحاجات المهمة قوي اللابد من التأكد منه بعد التأكد من الكلام ده بنبتدي نقيس تدفق الدم للطفل عن طريق هم نقيس حاجتين بنقيس اساسا تدفق الدم فيه الشريان الخاص به الحبل السري ونتأكد ان تدفق الدم بالنسبة للطفل طبيعي تاني حاجة بنقيس تدفق الدم ليه المخ بتاع الطفل نتأكد ان تدفق الدم طبيعي وفي الاخر بنطلع برسالة كاملة عن وضع الطفل وبالتالي بيتمطمن على وضع بالنسبة للتحاليل الطبية اللي تعادت اول في اول زيارة دايما بنعيد بعضها في روتين عند اخر شهر السادس لازم نعيد تاني صورة الدم لازم نعيد تاني السكر لازم نعيد تاني مزرعة وتحليل ومزرعة البول عشان يتأكل فيش مشكلة دول بيبقوا روتين لكن في النص افنا افرد مثلا انه ظهر عندي مشكلة في الغضة الضرقية وابتدي تأخد لها علاج تحليل الغضة الضرقية لازم يعاد من 4 ل 6 اسابيع كل 4 ل 6 اسابيع في الحمل حتى نتأكد ان البروزيس بتاعي ماشي كويس طي عدنا لازم اكتشفنا انه عندنا سكر لازم اكون عندي في النص بعيد تحليل السكر في اي وقت طيب اكتشفت اثناء يعني متبعيتي للحمل للسيدة ان البيبي ده بيكبر بطريقة مش طبيعية او بيكبر نموه زايد قوي دي السيدة ابن شوك اول حاجة انه يكون عندنا سكر طب تحليل السكر دايما في اي تحليل في الدنيا في عندي تحليل اسمه سكريننج وتحليل اسمه كونفرماتري يعني سكريننج يعني انا بختار تحليل رخيص سهل ممكن ليا وللعيان اعمله لما اعمله واقول والله تلع عندي عملت المية عيان تلع عندي والله في عشرة شكلهم مش مطميني تحليلهم شكله مش كويس فاخد العشرة دول اعملهم الكونفرماتري او التأكيدي التحليل التأكيدي ده بيبقى النتيجة بتاعته هي اللي بتقولي في الاخر الامور عاملة ازاي الاسف بيبقى متعب شوية وقد يكون غالي شوية فاذا عندي مجموعة بنيعملهم حاجة اسمه منحنة سكري هو اللي بيقدر يحلف بالنسبة لنا عندنا سكر ولا منحنة سكري ده ازي بيتامر سيوم سيكون المساعدة تكون المترحل المعمل صايمة 8 ساعات بياخدوا منها عينة صايم وبعدين بيديها جزء حب جلوكوز بجرعة معينة غالبا ميت ميلي جرام وبتري ياخدوا منها بعد ساعة وبعد اتنين وبعد تلاتة عين الدم وعلى اساسه بنقدر نحدد فيه مشكلة ولا طبعا يمكن اشهر كمان حاجة او اشهر مثال لفكرة التحاليل اللي هو ان احنا بنعمل الاول سكرينج او استكشافي ثم كونفورماتري او التأكيدي للتحاليل هو موضوع التهاب الكابدي سواء بي او سي احنا الاول بنعمل حاجة اسمها انتيبادس بدور على الاجسام المضادة الدلالات بتاعته في الدم اذا لقيتها موجب ده قد يكون مناعة وقد يكون حصل خد التطعيم مثلا بطايتس بي او قد يكون السيدة جالها الفيروس بعرف منين بروح بنتقل للخطوة اللي بعديها اللي هي في فترة خطوة الكونفورميشن ان انا اعمل حاجة اسمه بي سي ار ابتدي بي سي ار ده سواء كوانتيتف كوانتيتف يعني يقول لي بوستف او ناجتف موجب او سالب ان يقول لي بقى كمية الفيروس في الجسم قد ايه هو ده اللي بيقدر يقول لي بالزبط اه عندها فعلا ولا لا يبقى احنا ده التحييل بنعملها تانية في شهر الستيز من حاجة